السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شوف يا القالي شوف شنو يا القالي اليوم معاي ضيف المجال عجيب رهيب انا الصراحة ما سمعت فيه من قبل يعني طبيب نفسي رياضي الدكتور ثامر بكري حسن شاء الأخبار الحمد لله تمام تمام شكرا على الاستضافة الجميلة هذه عم في الدون والا الحمد لله رب العالمين كيف حالك انت والله انا مريض صراحة اي والله مريض وحيشتني ببرد يعني تغيير جو نسمى سامع صوتي نزين وبس خذيت المجال هذة الشنا سمعت بتسافر لندن الجمعة هذة الجاية ان شاء الله صح ولا لا ان شاء الله تروح وترد لنا بالسلامة فا استغلت هذا الوقت واي واستضيفك بالبودكاست الله يسلمك وده ايا من دواعي سروري يعني I'm glad to be here معاك وان شاء الله نقدر يعني نقدم شي جميلة وفعلا هو مجال احنا في منطقتنا شوية لسه ما بنعرفه بشكل كافي وما في له اهتمام بشكل كافي نزين فا استغلت هاد الفرصة وصديفك دكتور ويانا هني وان شاء الله ما عاديك لا تمام واذا عاديتك انكريزيو بايتامين سي اعتقد نزين ثم يستطيع ان منذ تمام ذات بيطاني والأتفاد الخريطي من هو الدكتور ثامر بكري حسن والتخصص اللي انت فيه هذا جميل شكرا انا الدكتور ثامر بكري حسن طنون بسم الله اخترت هذا التخصص بالذات لانه يجمع بين الشغفين شغف الطب اللي تعلمته من الوالد ومن الكثير من الاهل لانه احنا في صراحة الباكجراوند شوي طبي ورياضي فحاولت اجمع بين المجالين فدخلت في مجال السايكايتري ووجدت انه في المجال السبورت سايكايتري مجال جديد فقع حاول اقحم نفسي في هذا المجال والتعلم وكسب الخبرات قدر ما يكدر والحقيقة المجال اللي يتطور بسرعة اصبح مهم جدا في عالم رياضة كرة القدم ورياضات الجماعية والفردية مش فقط كرة القدم فتمنى انه نلحق بالركب ونستطيع ان يعني ندخل هذا المجال بشكل عملي يفيد رياضتنا دكتور بكري دكتور ثامر آسف دكتور ثامر بكري حسن لهجتك حلوة وعجيبة اصلك من وين انا اصلا من السودان والنعم والنعم فيك انا من السودان وتولدت ونشأت وترى رحت هنا في الكويت ويعني ارتباطي بالسودان زي بالكويت اعتبرهم الاثنين موطن وبيت وكن لهم محبة ما شاء الله وذكرت انها بالجينات بالعائلة الطب صحيح تمام بالجينات مع منه انا على ما ادد ما ريسيرش عن يو ما شاء تبارك الرحمن الوالد ويدك هم شا اسمه يعني بالعربي جراحين جراحين عام الوالد الوالد في مجال الجراحة ما شاء الله عليه فعلا نعم منذ فترة طويلة درس في ألمانيا تخصص في ألمانيا جاء إلى الكويت منذ فترة ويعمل نعم هو جراح جدي ليس بجراح ولكن هو كان يعني رجل داعية رجل كان داعية في الكويت اعتقد الكثيرين يعرفونه الشيخ حسن طنون ما شاء الله عليه بلى نعم والنعم الله يرحمه الله يرحمه يحسن إليه فهذا هو جدي من ناحية الوالد وكان مع الشيخ سعد الله يرحمه وايد على ما سمعت صحيح كلامك نعم الله يرحمه كانوا أصدقاء حسب علمي كانوا أصدقاء جدا وتجمعهم يعني قرابة محبة اعتقد لوجه الله كانت بينهم للأسف أنا ما يعني ما استمتعت بالحظرة مع جدي بوخت كثير يعني فوانا في عمر صغير جدا وطبعا كان في فترة الحرب اللي يعني العينة التي حدثت في الكويت برضو شوية فرقتنا احنا الاثنين كنا موجودين في الكويت يعني احنا وجدي أيضا لكن في ذلك الوقت طبعا الخروج كان صعب وبحساب والدنيا كانت صعبة شوية الحمد لله رب العالمين ارثوا نعرفون لا سمعت ادد 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 كل ضيوفي اعمل البحث عنهم والسر عليهم وعشان عمرك عمرك كم تعطيني اعطيك اعطيك ثلاثيز ثلاثيز صح صح اخر الثلاثينات اخر الثلاثينات يعني نصف الثلاثينات خلو نقول ثلاثيز 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 بانج حلو وحاليا انت نيو كاسل انا سمعت صحيح صحيح في نيو كاسل صار لي فترة مدينة جميلة مدينة انصحك بزيارتها وانصح الكل بزيارتها نعم مدينة جميلة قضيت فيها وقت اضع ما مررت على مدن كثيرة في انجلترا وعملت في تخصصات كثيرة لكن انتابع المطار في مدينة نيو كاسل فيها جامعة عريقة جدا وقوية جدا بالذات على مستوى الطب مدينة فيها العمراء وفيها الطبيعة في نفس الوقت العمراء القديم والجديد ومودرن فمدينة رائعة انصحكم بزيارتها ان شاء الله ان شاء الله تكون ضيوفي والله اكبرت بلندن واند الحين قاعد للصيدلة بلندن ما شاء الله بس نيو كاسل ما مرت على فيمكن ازورك هناك على يوم ان شاء الله مرحب بك في اي وقت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دكتور ثامر بكري حسن ابوك ما شاء الله لجاء جراح جراح عام صح نعم ايوه يعني في الجراحة العام طبعا فيه سواء شاء الله لديكم دقيق لكن الجراحة العام لا يزال وانا ما سمد الشيط اوه شي جراح بعدين فجأة بوم خيرت صحيح انا سأفعل انا سأفعل انا سأفعل انا سأفعل البحث يقول شك بوم صحيح اند الفيلد العجيب اللي هو طب نفسي رياضي جميل ليش غيرت شوف الجراحة برضو عن يعني الوالد واولاد عم واهل مثل ما قلت لك كثر تعلمتها وحبيتها وشو من ما أنا صغير شفتها يعني ممكن اقول لك برضو انه يعني من عمر صغير ومن بداياتي في الطب شاهد عمليات جراحية شاهد كيف انقاذ حياة المريض هي يعني شيء نبي وشيء جميل وشيء محفز حبيت حبيت الجراحة لكن ما مش لدرجة الشغف تعلمت بالذات بعد ما ذهبت الى بريطانيا وعملت هناك فترة عرفت انه اذا ما كنت شغوف فعلا شغوف بالشيء الذي تقوم به بعد فترة من الزمن يصبح ثقل يصبح ثقل على كاهلك مهما كنت تحبه ان لم تكن شغوف به وتستطيع ان تقوم بعمله بطريقة الاوتو بايلوت زي ما نقول if it's not your second nature صعب جدا انه تستمتع فيه لغاية ما تتقاعت هذا الجراحة قد تتكلم عنه هذا الجراحة وجميع التخصصات حلو فجلست مع نفسي وفكرت انه هل يعني مجال الجراحة ما شاء الله الجراحين ما شاء الله يعني كثر ومتميزين اريد مجالي يجمع بين شيء انا شغوف به وهي الرياضة وهي كرة القدم بالذات ولكن الرياضة عموما واكتشفت برضو انه هناك الطب النفس الرياضي بدأ سمعت باهميته لانه كنت في عالم كرة القدم يعني عندي شوية تداخلات مع مدربين ولاعبين وعملنا في مجال التحليل المباريات فانغمست في هذا المجال من ناحية العلمية وجدت انه الجانب الذهني في الرياضة مهم جدا ولا يمتك او لا يعني المعرفة عنه مش موجودة في مناطق كثيرة جدا في العالم يمكن اوروبا لانه كرة القدم الاوروبية كما تعرف فيها ربما احسن احسن من احسن الرياضات في العالم كمستوى وكذا فيه اهتمام هناك بهذا لكن لم ينتشر فقلت ليش ما اصيب في هذا يعني هذا الهدف واعجبني جدا لانه هو طبعا المجال المعرفة عن الذهن ونفس ونفسا وما سواها مجال رائع حقيقة وفيه علوم غير تقليدية فشعرت انه معظم التخصصات التي كانت تعجبني العلوم نوعا ما رتيبة او تقليدية طبعا عنده بالنسبة لي يعني مش للجميع فشعرت انه هذا المجال مجال جديد مجال يحطيني استيميولس او تقليدية ومع الرياضة خلاص ودخلت فيه وجدت انه كان في طور تأسيس مجموعة في الكلية الملكية في بريطانيا انجلترا بالتحدي طالح في انجلترا سكوتلند ويلز نورثان ايرلند فتي بتاعت انجلترا وكتبنا كتابات للكلية الملكية واستطعنا انه نفتح هذه المجموعة وفي مؤتمرات ولاعبين عظام جدا يأتون ويتحدثون عن المشاكل التي يمرون بها فاعجبني جدا هذا المجال وقررت ان يعني ابحث عن العلم فيه وعن الخبرة فيه ونتمنى ان شاء الله انه في نهاية المطاف نكون قد اكملنا فيه التخصص والاستشارية ونقدر نفيد الرياضيين وغير الرياضيين يعني تمام والله دكتور ثامر انا الصراحة يعني اول ما سمعت ان يعني انت فجأة كسرت غيرت من مجال الجراحة لمجال السبورت سايكايتري اول شي سايكايتري من قالوا لي عنك وقال سايكايتري ما هذا من صجك انت لازم اصطدف على الشو نزين ونفس الوقت ذكرت ذكرت الدكتور ناصر النصف الاثربيديك اللي قال السرجر رحبو قام منك دكتور ناصر ما يخالف السرجر مست هب ايو 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 اه ايو يعني عيون الصقر وقلب الاسد ان هانز اوف او ايو ايد المرة ايو يعني يقدر يشوف حاد نفس الصقر قلب الاسد شجاع ايد المرة لازم تكون وايد دقيق بال جراحة قلت ربما ربما الدكتور ثامر اه حادة غوي صح يمكن يمكن نظرة غوي حيل يمكن لا قلب اكيد قول امية بالامية لاش انه داش الطب قلب نفس الاسد مليون بالامية هذي انا ما عندي اي شك فيها شكرا بس قلت ايده يمكن ها ممكن ايده ما تكون جراحية زين او ربما يكون ريال حاب الرياضة تمام ف قلت انها لازم اقعد معه اشوف من ناحيتين شون وشون شدي دكتور ما بين والسايكايترست والسايكايترست شن الفرق ما بين الطبيب النفسي العادي والطبيب النفسي الرياضي شن الفرق بينهم بين بعض الطبيب النفسي الرياضي هو مهتم بالمشاكل النفسية التي تصيب الرياضيين وما اكثرها ربما لا تطفو الى السطح ولا يعلم بها الجميع لكن هما مثلهم كمثل اي اشخاص اخرين وعرضين لمشاكل نفسية وامراض تعيق حياتهم عموما وتعيق ايضا عملهم كرياضيين ف لكن في في مجال السبورت سايكايتري ومجال جديد وفي طور النمو والتطور تستطيع ان تساعد الرياضي من نواحي عديدة اولا اذا كان يعاني ان ترفع المعاناة في طور التكوين تستطيع ان طور التكوين الرياضي مثلا في الاكاديمية ولا ذلك تستطيع ان تساعد على ان يكون لديه الادوات الرياضي انا في نقطة كنت عايز ابدبيها انو انت رياضي لذلك انت عرفت قيمة هذا الشيء مع الرياضي لذلك انقضيت على الفرصة وما تركت او يعني عافية عليك زي ما امي باللمي انت عارف اهمية هذا الشيء الرياضي من بداية تكوينه يمر بضغوطات ما اعتقد يمر بها الشخص العالي اذا كان من ناحية المنافسة انت كيف تقدر تنافس الاف عايزين يوصلوا للأليت سبورتز عايزين يوصلوا لأعلى درجة في الرياضة فيها احباطات فيها ستباكس فيها فرح فيها زعل فيها غضب هذا يؤثر بشكل كبير جدا على الشخص واذا لم يكن عنده التول ومعالي لتحكم مع هذه تحكم لذلك انه يكون عندهم المهارات وانه يكونوا حساسين للتوازن النفسي عندهم مهم جدا مش فقط لسلامتهم حتى ايضا لأداءهم الرياضي ونجاحهم وتفر الحاجة العزين يحققوها ف yeah this is in a nutshell we can say it is it is it is فدكتور تامر يعني الحين انا اقول لك اري انا از اي اصدقى 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 ام انباليوني ناسوا عانوا من الضغط النفسي سواء فازوا وصلوا للقمة او اخسروا اللي فاز وصل للقمة يريد ان يتم فائز صحيح واللي خسران محبط ومنهار وحاسن نهاية الدنيا ومو عارف يرد على ريلا وفي اللي عارف يرد على ريلا بس شوية صار مخم شوشر صحيح تمام صحيح والثيرات هما ينامون انسومنيا 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 سامي باطس اوكي طيب زي ما قلنا الرياضة بطبعها وطبع المنافسة والمتطلبات the high demand انت كل التركيز عليك ينصب على ادائك الذي تقدمه عندما تأتي الى الملعب وتبر the arenas ملعب كرة قدم ملعب كرة سلة جيمنيزيوم whatever انت تتدرب مثلا اذا اخذنا لعب كرة قدم على سبيل المثال انه high elite level average حصتين تدريبيتين في اليوم من اما اذا مش ثلاثة مباراة مباراتين ثلاث مبارايات في الاسبوع بعض الاحيان ادائك في المباراة نتيجة عملك المجهود اللي بدلته والطاقات اللي بدلتها هو اللي يحدد if you are a hero or if you're going down to zero تخيل انت عليها انت في الاخر بني آدم كرياضي عندك ضغوطات حياة عندك ضغوطات مالية معدية whatever it is عندك ضغوطات contracts تجديد contracts it can break you down and it can affect your performance فانت مثلا ضربت مثال الانسان مثلا الرياضي الفائز الفاز شاف البهرجة شاف اي باصل شاف الهدواء تشش مصور خلنا تصوروا اياك خلنا تصوروا اياك بعد الفجأ اكمل انا معك المرة الموسم القادم او في البطولة القادمة اذا ما فاز شو نايس كاعد تصورون مع غيره شاعد تصورون وهو خلاص يتنسع اي 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 اه وخلاص مع الثاني اللي ديد اثاني the new kid on the block the new kid on the block this is such a toxic environment to be in اي حد اي 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 هذا مثال طب اللاعب اللي خسر he could be angry ممكن يكون غضبان من نفسه غضبان من المحيط الرياضي غضبان من whatever it is ممكن يكون frustrated ممكن يكون حزين ممكن اشياء كثيرة طبعا كلها اذا لاحظت جوانب سلبية فكيف يتعامل معه اللي يفقد الشغف ميضل الشغوف خسرت مرة موش زي خسرت ثلاثة مرات موش زي خسرت اربع مرات بعدين في بعض الرياضي لازم يواجه حقيقة انه التطلعات اللي كنت حاطها لنفسي يمكن ما اوصلها هذا يمكن احضب الناس اي 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 صحيح فهذا يمكن الناس لانه عندما دخل مجال الرياضة حاط في نفسه انه ما اعطر بلك مثال كرة القدم الناس كلها تحب كرة القدم موست الناس 80% 90% 80% yeah it's a very popular sport حيز يلعب في قمة الفرق ريال مدريد بارسلون مانشسي نائت لفربول whatever it is they wanna be there sometimes يكون صعب to settle down for less for they either leave it or they go through a difficult time انه يوصل لقناعة انه okay خليني اخفض من الexpectations خليني انزل من الحجم الطموح في بعض الحيان نحتاج لهذا حتى لو بشكل مؤقت فدية تضع الرياضيين تحت ضغوطات كبيرة تجديد الكون ادائك انت ضربنا بالخسارة لكن اذا ضيعت for example you don't perform properly ممكن تفقد الكون بتاعك مع الفريق اللي انت عملت بجهد كبير وبعض الحيان تشعر بظلم لانه انت بسبب مثلا اشياء سريعة او بسبب اثر على تركيزك يخليك تطلع من الجو التركيز المطلوب للرياضي وده يعني يوديك ل لأحيان لا تريد انت انا اعتقد انت احيان 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 دكتور ثامر انزين ام اعطيني اعطني قصة صارت معك with a patient if you have انا ممكن اقول لك قصة جاءنا واحد من اللاعبين العظام والمعروفين جدا على مستوى انجلترا وعلى مستوى العالم هو قديم شوي مجال لعب شنو لعب كرة قدم لعب حقيقة ويعني لدرجة انه كان captain لأحد الفرق العظيم يعني this is as far as I'll go for now captain لأحد الفرق العظيم في انجلترا عندما متابعين بالآلاف هو كان captain برضو مثال ربما نجد وقت ربما لا لكن لنتحدث عنه انه كان يعاني من ضغوطات كثيرة يعاني من فعلا ضغوطات that could break ما اخرجه من هذه الضغوطات خرج من الملعب خرج من غرفة الملابس انفضل جمع من حوله تبدأ المشاكل تحت والدخول في متاهات الإدماء سواء على الكحوليات سواء على المؤادة المخدرة سواء على المقامرة 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 لما انتهت مسيرت الكروية اين ايذب what happens now بعد كل هذا الشهرة والسيط الكارير الرياضي is a very short career isn't it يعني كم لاعب كرة قدم مثلا 10 15 سنة on average هذا في أحسن ظروفي يمكن في لعبين طبعا أكثر بس انت طوال هذه السنوات الأضواء عليك أنت قادر أن تقوم بإندك سلف ايدنتيتي رياضي كابتن فجأة أشرف مثلا إصابة ممكن تنهي مسيرتك بسرعة مرض العمر مجرد العمر وصلت صح الكثير من الرياضيين يعانون من فترة ما بعد المشوار الرياضي صح لو لاحظت الآن في فرق للفرق الكبيرة وكذا بدأت تنتبه لهذا الشيء وتعطيهم مثلا مجالات مثلا سفير للنادي يدخلون في الإدارة بعض القنوات تطلبهم مثلا التحليل الفنيس من هذه النوع لكن كم في المية يعني أعتقد مع نمو الإدراك يعني فالناس بدوا أن يحضروا لي نهاية مشوارهم بشكل أفضل من بدري وعلى صبيل الأمثلة يعني كريستيانو رونالدو نحن نعود بشكل أفضل كيف سأفعل الأضواء الانطفت و أزدل الستار أين سأذهب ماذا سأفعل سمعت هذا الكثير من أكثر من شخص مجرات رياضة بتنوعة فعلاً دشو بحالة الاكتئاب نزيني يقول لك نزيني نحن وين بروح وش بسوي ضايق طاح بحفرة الظلام نزين ومعارف وين يروح يمين أو يسار فعلاً في منهم دشو بحالة الإدمان تتحدث عن الإدمان تعالجهم إذا دشو بحالة الإدمان سواء إدمان مخدرات أو إدمان الكحول أو إدمان القامبلين تمام؟ يجون عندك؟ هو جزء من عمل هذا هو جزء من عمل الطبيب النفسي عموماً فبالتالي أيضاً الطبيب النفسي الرياضي أيضاً يواجه مثل هذه الحالات ويعرف كيف يتعامل معها وتوجيه النصح طبعاً برنامج لازم يكون متكامل لمساعدة هذا الشخص من الخروج كما اسميتها الحفرة المظلمة لأنه نهايتها صعبة جداً ومؤثرة فنعم أنا مثل ما قلت لك أنا في طور ما زلت في طور التعلم في هذا المجال لكن حتى في المجالات اللي هنا على وشك الحصول على الاستشارية فيه هذا هو جزء من ما نفعله نعم ودكتور دامر سبوط سيكارترس حق لهم حق لكم تصرفون أدوية كنترولة درقس حق لكم حق لكم تصرفون أدوية كنترولة درقس يعني هم الرياضيين تمام مدشون بحاجة الاكتئاب تمام شنو أول خطوات البرنامج هل يكون علاجي أو برنامج يمكن برنامج هل هو يكون علاجي بالأدوية أو علاجي بال ميند ست تمام ميند ست يعني بالعقل تمام أو تدمجهم مع بعض سؤال رائع شكرا طيب شوف السؤال دم أهميته نوحي كثير أولا أنواع العلاجات وأيضا أنت كرياضي أنت في ضوابط في أحكام أنت لازم تلتزم بها في بعض الأشياء أقدر أصرفها للشخص غير رياضي لكن أنت إذا مثلا ذهبوا وعملوا عليك فحص تكون مادة محظورة فالإجابة على السؤال نعم الطبيب النفسي مصرح لأنه يكتب علاجات مصرح لأنه يكتب علاجات أو لا والطبيب النفسي الرياضي بالذات السبورت سايكايترست يكون على دراية باللوائح والنظم التي يدون نظم عمل الرياضي في المجال لأنه يكون عارف لأنه يجب أن تكون عارف يكون عارف شنو المواد المحظورة شنو المواد اللي ممكن تأخذها لكن في حدود معينة ويحاول أنه يستخدم معك الطريقة الأنسب أما من ناحية هذا العلاج دوائي أوواطني فهذا يحتاج إلى تحديد يحتاج إلى تحديد شنو المشكلة يجب أن تحدد شنو السيفيرتي وبعدين تضح البرنامج مع الرياضي فإنه ما هي الأفضل المشكلة في بعض الأحيان وعندما على السيفيرتي والأخرى إذا كان ممكن العلاج ب السيكوثيرابي بلتكلمات بطاقك 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 إذا كنت تعلم كيف تعمل بطاقك لديك ميزة على خصومك وعندك ميزة على من تنافسهم ف تيجعلك psychoeducation يورونك كيف الكوجنيشن بتاعك بيشتغل كيف مع طريقة تفكيرك صلوكياتك مشاعرك your own emotions how they work كيف تقدر توظفهم لتخرج نفسك من المشكلة إذا كنت في مشكلة لكن أيضا فقط من أجل تطوير أدائك الرياضي هذا 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 طريق 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 كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو مضرب مثل في المنتاليتي سترونج منتاليتي الرزيلينس قوة الشخصية كيف يحفز نفسه إلى عمره تقريباً أربعين سنة الآن ما في أحد ناسك كريستيان رونالدو وما يعرف منه كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو لما عرف أنه فيه أنه بدأ يواجه نوع من المشاكل ما تقوقعه وقال لا كيف أنا لا مشى للمختصين جابهم قاعد معهم تكلم معهم كان لديه مشاكل وأتكلم عنها و نعم لقد عرفتها كيف يقولون رياضين كثر فطرق العلاج مثلا خليكم من كريستيان رونالدو رونالدو نازاريو داليما رونالدو البرازيلي نار على علم أمتع وسحر الجميع بكرة القدم الجميلة الرائعة اللي كان يقدمها رونالدو نازاريو تكلم عن أنه يحتاج لثيرابي لمدة سنتين ونص تكلم عن الضغوطات اللي كانت تواجه الرياضيين في غرف الملابس في حياتهم الشخصية في الملعب وكيف لكن في ذلك الوقت عندما كان يلعب ما كان في إدراك كافي ما كانت متوفرة العلاجات دية بالشكل الكافي و نعم لذلك لا يجب أن تقولك عزينا ما كيف تقولك صح نعم 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 طريق نعم 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 عطينا مثل من برنامجك ونوع العلاج اللي ممكن تصرفها لهم أنا بعطيك مثل عن شخص باللات 30 صارت لمثل مشاكل عائلية أثرت على نفسيتها بالرياضة اللي هو فيها المجال أو مشاكل عالمية اللي هي اللي حاشت لدروب ما قام يعرف ينام عدل ولا قام يقدر يقوم عدل يفكر عدل ضع تاه طاح بالحفرة إن زين شلو النوع البرنامج اللي تحط عليه وشلو النوع العلاج اللي تحط عليه سواء ليلة أو صبح تمام الصبح يبيه إلى شيء ممكن يهدي وينايمه سواء برنامج سواء سواء اللي أهوى تمام والصبح يبيه إلى شيء يصحي يعرف أنه يكون شرب حلو أنا قاعد أتكلم مواقع حلو فشلو النوع البرنامج نوع العلاج ممكن تصرف على الريال هذا الريال بالليت ثيرتيز آخر الثلاثينات تمام آم يعني كان رياضي أنا ما أقولك جسم كان بس كان رياضي بس خسر لياغته خسر كثافة جسم العضلية مو شاطم جسم أنا قاعد أتكلم يا ربع كشخص رياضي تمام بشكل عام خسر نفسه شنوع العلاج والبرنامج ممكن تحط عليه عشان ينام عدل ويقعد عدل يعرف يفكر عدل ويستمر بحياته ويقدر يعرف شون يودي نفسه لل next level أول حاجة لازم تضع يدك على الجرح تحاول تكتشف السبب مش بالضرورة السبب أنت حتعمل فحص MRI ولا CT scan ويقول لك لا لكن هو أنت تساعده أنه يكتشف السبب دي حاجة مهمة جدا دائما دائما في biological factors أسباب بيولوجية دائما في أسباب psychological to do with the mindset في أسباب social في أسباب أخرى كثيرة تحاول تنظم المشاكل دية تحت كل بند وبعدين تحاول تشريحها أكثر في أنه تجد في perpetuating factors في precipitating factors to start with precipitating factors perpetuating factors وفي predisposing factors لازم برضو تعرف تنظمها ففي أسباب تجعلك أكثر عرضة لمشاكل معينة تمام في مشاكل تجعلك تجعل المشكلة مستمرة مهما حاولت من علاج سواء سلوكي psychological أو دوائي مدام the gas is there the fire is still burning might go less it might go more لكن it is still burning فأول حاجة لازم تعرف تحاول تحدد المشاكل حتى لو لو ما حددت كل المشاكل لخلق المشاكل التي تطفع إلى السطح وتوصل الشخص لهذا المكان بعدين في مثلا إذا كان if we're talking about insomnia or sleep عنده طرق معينة وفي طرق شوف سيما أنت قلت the brain is very powerful الاسباب قلنا ممكن تكون بيولوجية طيب انت سي محبط زهجان whatever it is and you're on your phone all the time and you're complaining about you can't sleep كمثال بسيط النور أو اللايت اللي يطلع من السكرين من الشاشة تحتك يدخل عينك يضرب الرتنا رتنا attach directly to the brain your brain when when the retina when light hits the retina your brain knows you should be awake this is how the system works interesting yes keeps you awake واحدة من ال هرمونات اللي يفرزها جسمك عشان تقدر تنام تنام بشكل جيد is melatonin I'm sure you've heard it melatonin oh yeah your body produces melatonin أكبر محفز لخروج الملatonin الظلام سبحان الله this is how god created us how allah created us الظلام الليل لباسة الظلام يخرج melatonin melatonin يتفاعل مع أجزاء معينة في مخك sleep system اللي في مخك وتذهب للنور إذا أنت دائما في حياة صاخبة تبدأها بالليل ودائما النور مركز على عينك أنت تذهب للفراش to bed saying you want to sleep but you got your phone there and this retina is hitting on the light is hitting on your retina it's very hard you have to fool your brain to actually fall asleep ففي دي بعض المشاكل فإيجاد مثلا هل هذه المشكلة المشكلة الأخرى ممكن تكون الاكتئاب مرض الاكتئاب يؤثر على الأجهزتك اللي في مخك يصبح النوم صعب طيب هل في طريقة إنه psychologically we can work on this هل في إيه احترازات معينة هل انت أظلمت الغرفة there are things you can do a hot shower a hot bath can help some people say a milky drink because milk has a certain substance that can help you fall asleep there are certain steps you can do إذا ما نفعل please don't underestimate these steps they work إذا ما نفعت بعدين ممكن تتجه إلى علاجات دوائية تبدأ مثلا بالملاتون انت جسمك يفرز ملاتون لكن إذا ما أفرزه في الوقت الصح وبكميات كافية تستطيع أن تخذه في شكل مثلا حبوب ويساعد على تنظيم السليب سايكل بتاعتك هل هناك بطولة قائمة الآن أنت محتاج أنت كرياضي عزيز محتاج أنك ثلاثة أيام أنت تكون جاهز حق مسابقة إذا أنت في الموسم عندنا شهرين طريقة غير إذا عندنا ثلاثة أيام الطريقة غير sometimes you have to work on limiting things if we are in a sticky situation إذا لنت عندك مثلا لقاء sorry عندك منافسة في وقت قريب لكن إذا كان عندنا شهرين أو ثلاثة نعمل على المشكلة بشكل آخر الطبيب النفس الرياضي أو the sports psychiatrist will be able to work with you as an athlete to find the best plan plan أنت تكون مقتنع فيك ريالي plan you know why it's there you know how it's going to work and you know if it's not working it's not the end of the world yeah there are ways to to alter things to get them to get us to the right shape and knowing it's a journey to fix things it's a journey it's not مش زايدة الآياء والجرام زايدة وشلناها وخلاص كل شيء صار تمام it's a journey but once you get there you get there and then time to get lit from my experience and expertise and consulting lots and lots and lots of athletes worldwide via zoom whatever you want to call it during their prep they go under pressure wide and then yeah it's not just when it's going to get up so with the system it's under the pressure and you can get it on top of it of course it's not and he can't sleep that's right he took a GABA melatonin L-thene اشتغلت معه مقاعدت نايمة لشأن هذا شي سوي يهدي بس لما تنام ينام بعمقه ينام مع أن الريال يعني مفروض يكون تعبان لشأنه أدى جهد مجهود عالي أدى مجهود عالي تمرن وايد مفروض يكون جسمه تعبان وينام هو جسمه تعبان بس مخلل الحين شغال مقادر ينام يلم إرهاد ما? اللعنة الناحة أول مزد أول خطوة أول campo بس هل سابقوة لشأنه نعم ينفصل بما في الصباح و Ghana ويتظره الى الاسمات من الاسمات وي قمت Yang Pericute فالسح ذلك ينفصل بالجماعةある صفحة الأنجام اللظيفية اسمها يعني مرخي فجأة يأوت دمى نعم الاسمات من الاسمات تنفض المصدر الرغم كافين حدوث كافين والأسوات ينزل السرعة فهني شوية صارت عنده حد مخاء قام يصير سيء جهز نفسه بس مو عارف يفكر عدل مو قام يعرف يفكر عدل فدشب عالم ديبريشن راح اقل الدكتور النفسي اعترف له حطه على زانيكس او حطه على ديازبام واخر عن النايت نيرس واخر عن النايت الحين هو ديازبام و زانيكس اتليت وانت تعرف ضغط عليهم سواء بتجهيد او باعتزال او بالامور تمام شون تعليقك على هالشخص هذا مثلا اللي داشب هالموضوع هذا اول حاجة خليني اخمن هل هي رياضة فردية اه looks like it والله هي ممكن تكون رياضة فردية اذا سواء اذا اريد ان تتحدث عن بودي باعتزال رياضة جماعية هم بعد فوز فوتبول لشأن اليدات عليه المعتبنين عليه هم بعد تمام فجميع الحالات أعيوني جميع الرياضيين وأكثر من فئة طاه أنه بهالموضوع هذا الرياضين وغير الرياضين ورياضين وغير الرياضيين الرياضين وغير الرياضيين طاح об الموضوع طاحب المشكلة هذا شنو تعليق يا دكتور ثامر على الموضوع هذا إن زين وشن نصيحتك طيب موضوع حلو صح موضوع جميل نارها نار وشرار صحيح صحيح احنا ما حنخش في لكن انا حقول النوم على فكرة بس قال تقلق لا تستهين باللي انا اول شي قلت لك عليه اللي هو الحليب انك ترخي نفسك تحاول تسترخي شوي توقع عن التليفون هذا اللي يضرب بالموخ ترى هذا اللي قاعد طالع تليفونه تشوف كم تعليق عنده كم لايكات كم فيوز او شنو سوى ما سوى هني هذا اكبر ديبرشن ممكن حصل او الشخص كان عامك مية في المية او كم هذا هذا عدوكم على فكرة هذا عدوكم فا انا مو مستهين باللي انت قلت عليه لا لا اعلم بس كم تكلموا غا لأن هذان من ناس يوني صحيح يوني و هورمون الكورتزول عندهم طبعا روح واخذ و شون انا ممكن اعرف لشين سوى لهم تحليل جينات وبين عندهم الجينات انتهم تحليل جينات تحليل جينات كم تحليل جينات جينات فا او او تحليل جينات فا انا مو مستهين بل انت قلت عليه او مائت صح و مائت حول لقد كنت تشغ beautiful وتأخذ كم المال تشغيل جينات طبعا هل تريدها بطريقة؟ يبيها يبي الحبة السحرية ايه ما في للأسف ما في حبة سحرية اللي عنده الحبة السحرية حيوصل بعيد لا ما في حبة سحرية اول حاجة لازم تعرف انه انت مشكلة النوم احنا بناخدها فور غانتد الساعة ما ادري كم بالليل تروح لفراش تطفي الليت واللايت وتنام يمكن ساعة نص ساعة لحسب شخص ناخذها كمسألة خلاص لما ما تحصل اول حاجة واحدة من الاسباب الرئيسية لدخول مثل ما انت قلت فيه الاكتئاب والقلق والتوتر ونوبات الهلع وكثير من الامراض بسبب عدم النوم فالنوم كروشيل مفصلي لازم النوم انت بتتعامل مع اجهزة حساسة جدا ونوبات جدا في جسم النساء مرتبطة بعقلك مرتبطة بعقلك مرتبطة بعقلك عندك ساعة بيولوجية اكيد سمعنا فيها امين بالمين ساعة بيولوجية حساسة جدا الاشياء دية رب عامل وضعها بقدر امكي في هرمونات معينة تلعب دور السلسانة التي تتعاملها انت ذكرت منها بعضا عندك بعدين الالسيكولوجي الارادي انت اذا مخقع يفكر انا قلت لك قبل شوية انه القلتة بم الحديث المنهW 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 المرحل المنهW المنهW نحن نريد أن نكون مراحل يقرأ عن حاجة ويبشي يطبقها ومش حتفيد ولو فاتت حتفيد بشكل مؤقت وإذا نومتك أشك في أن توصلك كل الستيجز بتاع السليب اللي أنت معتاج فيها ليه مرات بالنوم ونصحة نشيطين في قمة النشاط وقمة الانفتاع على الحياة في بعض الأحيان تصحى من نومك تعبان أكتر من ما قبل ما تنمت تقول يا ريتني لو ما نمت وكيف تحدث تقرأ عن ما تنمت ما تنمت ما تنمت ما تنمت ما في سبب واحد أنت تقدر تقول حشتغل على الرسابتر الفلاني أعطيه الدواء الفلاني والمشكلة تحلت أبدا في أدوية ممكن تأخذها حتنومك حتنومك بس أولا لازم تكون حسب حسابها من الإدمان إذا أنت كرياضي لازم تكون عارف بالضبط هل هذا يخالف اللوائح للمسابقة أو البطولة أو للجنة الرياضية التي تتابع لها أو لا فالموضوع الموضوع عميق الموضوع له هو حل في طبعا برضو أسباب ما ننسى أسباب بيولوجية يعني في سليب ستوديز إذا الموضوع تأزم وحاولت وجربت كذا حاجة وما قدرت في سليب ستوديز ممكن تعملها بتمشي لاب معين في أجهزة معينة في أطباء معينين تقعد أنت شغل عليك تجي وتنام تكون في أجهزة مركبة تقرى الكهرباء بتاعت المخ تقرى الويفز لأنه في سيرتين ويفز إذا عليا يعني أثناء النوم يكون مفروض في ويفز معينة أو موجات كهربائية معينة من العقل هي اللي تكون طاغية والباقي نعم لأنه الموجات كثيرة أنواحة كثيرة فواحدة تكون طاغية والباقي يكون مثلا مهبط أو اثنين يكونوا على حسب الستيج أوف سليب تشوف الخطوط وتعرف يبين يمكن أن ترى الأنواحات لا يمكن أن ترى الأنواحات يعني الأنواحات الألفا ألفا بيتا غاما هناك مهبطة أمواج في أنواع من الأمواج تخطيط مثلا تخطيط القلب بلا نعرف تخطيط القلب شوالي يبين انتكون بالشعشة في شعشة وتطباع وعلى حسب اللي انت عايزه زي تخطيط القلب تخطيط مخ فنقدر نشوف الخطوط أو الويفز بتاعتك الموجات which ones are the dominant ones which ones are they are being active when they're not supposed to be active وأيضا في مثلا بيكون برضو عليها دراسات على تنفسك لأنه في بعض الأشخاص عنده مشكلة تنفس ممكن ما تبين عنده لكن هي تكون موجودة فتلقاء مثلا دخل في نوم قبل ما يدخل المراحل العميقة من نوم يصحى من نومه بسبب نوع من الانسداد يؤثر على مستوى الأكسجين في الجسم ففي السليب ستاديز دية بتساعد جدا على معرفة هل المشكلة عضوية وإذا كانت مرتبطة مثلا بجهاز التنفسي سليب عقنية that kind of thing أو مرتبطة with the brain شكل عندك سؤال عود جاي مندمج معاك صراحة مندمج معاك في أشياء كثيرة جدا ممكن لكن نصيحتي لا تروح تضرب يمين ويسار وتجربها هني وزي ما في مثل كويتي بيقول وين ما تطقها عوية لا تطقها هني وتطلع عوية وتغيرك خلنجرب هناك خلنا أخذ الدوة دية وخلينا ناخذ الدوة دية لا لازم يكون برنامج واضح لازم نعرف شنو أسباب المشكلة والعمل عليها بشكل دقيق هذا نزيل الريال نعم الريال أو المر الرياضي أنا قاعد تكلم بشكل عام مو الحين قاعد تكلم بشكل عام المره رياضي أو الريال رياضي نعم قاعد نعم نوم عميقة حلوة عجيبة قاعد بس مخة فوقي مخة يعني فوقي يعني أقول لك يعني بالعربي فوقي 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 يعني مخة ضباط شوش ضبابي ضبابية 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 يعني من كثر النوم ضبابية ومو عارب يفكر عدل نعم نوم عدل حلوة بس مو قادر يفكر عدل ومنفس الوقت يعني حاشا اعتزال مو حاب يطلع نعم معنا ما كان قاعد ينام أول بس العلاج ساعده انه ينام بس اما قاعد مخة صار فوقي ويومه فوقي وحاب يعتزل من الناس ما ودي يتكلم مع الناس ودينا بس يكونوا بروحة دكتور تفيدنا ممكن يكون معتزل الناس لانه فقط مرهق متوتر وتابر فدكتور دامر احنا قاعد تتكلم بشكل عام ناس رياضية او ناس حابة ايش الهلثي لايف ستايل واتوقع انه يعني النفسية ممكن تحوش اي احد جميع العمار طبع ما في عمر معين طبع ممكن يكون من العشرة سنين تمام ليش اقول عشرة سنين هي ماء بيفيس انتشالهود اوبيسيتي نزين ممكن يكون يعني وزنه زايد ولي بعمره قاي عيبون عليه ويا الباطة ويا الباطة حوش اكتعب وهذا صغير نزين وهذا الشي ممكن يكون هذي هذي دارة ثانية صحيح حسب اصغل من عشر سنين احنا ما راح ما راح تفرع الحين هذي ممكن يكون بحلقة ثانية انزين آم بس راح تكلم عن الشباب رياضيين او لحبين عيشونه واجهوا نفسهم او شافوا نفسهم فجأة شاك بوم باكتئاب سواء طاحوا بالأوبيويدز عائلة الأوبيويدز للأسف سواء طاحوا بعائلة البنزوز للأسف تمام أول للحين الدرجة هي البريقبالن زين فيه من الرياضيين اللي حابين يطقون عصفورين بحجر عالجون نفسهم من إصابة وحالجون نفسهم من نفسية تمام فالجون لأبراقبالن وهذه المشكلة واردك عالتسير معاي وواجه ناس وايد تمام قايوني ويفتحون لي والحمد لله يعني في منهم فحالك بانهم فقد ذكرتها الفيزيقا لأبراقبال، في مجالات البنزية ما يعزوها؟ من منهم لم يعزوها؟ كنت سأتراك في تابع نفسي من نفس الوقت أنا من صوبي رح أمشي إياكم على أكل نظام إذائي وأوجهكم للتمرين بس يد واحدة ما تصفق يد واحدة ما تصفق تمام يصفق وياه عشان يصفق مع بعض حلو فدكتور تامر هذين اللي طاحوا بالأوبيويدز أو اللي طاحوا بالبنزوز توقع هناك بأمريكا الأكسي كوتن من تشير وايد تمام شنو علاجها أو هل هل تعتقد بأمريكا أن يستخدم الجرعة الصحية الطبيعية اللي هو محتاج للشينا هناك منهم محتاجين لن نكون صريحين خلاص جسمهم تعود عليهم محتاجينها أو جسمهم يحتاجها تمام وفيه منهم الجسم ما يحتاجه ويأخذها يبقى يستانس سيقول لك صح تمام حسبها للدنيا حفلة عرفت من مصر صح؟ والنعم مصر ولكلكم على راسي فشو وجهة نظرك دكتور وشو ممكن نعالج المشكلة هذه؟ وجهة نظري أنه لا تأخذ عقاقير لا تأخذ أدوية بدون استشارة الطبيب أكون واضح جدا في هذه النقطة سواء عجبك مع المفعول الأدوية إن كنت تعتقد هذا دواء نظيف ما يسوي إدمان لا تأخذ عقاقير أنت جسمك وفيه كل ما يلزمك لتعيش بصحة وبطمأنينة لا تدخل عليه أشياء من الخارج إذا شعرت أنك تحتاج إلى فارمكولوجيكال ثيرابي أو إلى علاج دوائي اذهب للطبيب المختص كريستيانو رونالدو رونالدو نازاريو دليما تيريون ري لعبين عظماء كثر عرفوا أنه عندهم مشاكل وذهبوا وأخذوا النصح الطبي المبني على العلم المبني على الأفدنس المبني على الريسرش ما مبني على تجارب كل شخص من شخص يفرق your biology my biology are very similar لكن there are differences different genetics different genetics there are differences في أدوية معينة لا it's definitely no go لكن بغض النظر لا تأخذ شيء دوائي بدون استشارة الطبيب لأن what happens is friend رياضي آخر زميل اللي كان عندي نفس المشكلة وأخذت لها الدواء الفلاني واستطعت أنه أنام أو تعالدت من كذا أو كان مزاجي مضطرب والآن أنا قادر هذا خطأ لازم تذهب لطبيب تعرف المشكلة التي تواجهك تعرف الأساسة المشكلة منين التشخيص ومن ثم تبدأ العلاج في علاجات قد لا تحتاج أنت تكون حتى ما محتاج الدواء مش فقط talking therapies أو أنواع معينة من psychotherapy برنامج علاجي معين طبعا فيه خصائي النفسيين برضو لأنه فريق متكامل يقدم لك العلاج فاذهب واستشر وأخذ النصحة الطبي لأنه بالضبط أنت قعد تسوي مثلا في السابق مثلا إيدك مكسورة يودوك حاجز مع الجمير مثلا واحد أنه أعلم كيف أفعل هذا ويقوم برنامج علاجه ويقوم برنامج علاجه يمكن أن تعمل لأحد أو أحد أو أحد أو أحد أو أحد ولكن يمكن أن تتحسن أو تشعر أنها تتحسن لفترة لكن بعد ذلك ستواجه المشكلة وستكون أنت الذي تعاني من المشكلة مش اللي قدم لك النص فدائما دائما العقاقير لا بد أن تكون باستشارة الطبيب في عقاقير أنت ممكن تأخذها الدكتور ممكن يكتبها لك يكتبها لك بجرعة معينة يكتبها يعني لمدة زمنية معينة في أدوية أنت بعدين بعد جرعة معينة العقاقير دي عندها جرعات معينة محسوبة موزونة عندك ريسبترز معينة عندها قدرة محدودة على استيعاب خذها باستشارة الطبيب إذا حسل الرياضي أنه فادته تفيدك الآن ستتعبك لاحقا فدائما أي دواء الرجاء أخذوا عن طريق طبيب مختص شوابك جيد حلو شكرا أي والله جيد سليم يعني جرعات معينة جرعات معينة جرعات معينة صلاة مهمة نسما ذكر الشيخ بوامر كان ضيف عندنا هني تمام نصح بالصلاة نصح بالفروض الخمس الله يزيل خير كانت نصيحة عجيبة ورهيبة ونأخذها بالعبر والاعتبار وأنا بس قاعد ألاحظ دكتور على قاعدتك طول القاعدة مو قاعد تشرب قهوة ولش داك ما قاعد يشرب خلال أصلا باقي في ريال سيبورتوحك بعدين قدم ريال ما باشترب قهوة لا فبراكس كلامك عين العقل شكرا عجيب دكتور شنو من نصايح أو حاب يعني تنصح المشاهدين الليك أعطارونك الحين تمام عطيتم نصيحة وايد حلوة تمام في نصيحة ذانية حاب أنك تقول لهم يعني نفس ما تدرب نفس ما واحد يدرب جسمه تمام في تدريبات حق العقل صحيح تمام صحيح شنو من واحد تدريبات ممكن تدرب فيها عقلك واحدة جدا أول حاجة psycho education psycho education مهم جدا معرفتك بذاتك ومعرفتك بعقلك وبذهنك وكيف يعمل وكيف تتداخل مع باقي جسمك مهم جدا أنه عند knowledge is power know about these things في من ناحية التدريبات في طبعا أشياء كثيرة على حسب حوجتك نتكلم عن الرياضيين في أشياء كثيرة من مثلا mental preparedness resilience لحظة بس فهما فيه شوف mental resilience CBT لأنه نحن نتكلم general advice ولا for somebody who's struggling with something general advice general advice أنا برضو في أمثلة كتبت هنا بس بس تمام واصل فأنت عندك ما قلت psycho education ومعرفتك بذاتك ومعرفتك بعقلك والسايكولوجية بتاعتك is power knowledge is power في أيضا أشياء كثيرة ممكن تتعلمها and coping mechanisms how to cope with stresses recognizing stress لأنه في وطيرة الحياة المتسارعة اللي احنا فيها الآن أنت تكون مضغوط وعارف أنه في شيء غلط لكن مكالمة هنا مكالمة هناك خلينا نطلع خلينا نمشي you ignore it you suppress it قد تنجح معك ساعة ساعتين لما ترجع لبيتك وترجع لسريرك المشكلة موجودة وقائمة وأنت اللي تتعامل معها ف recognizing that you're having an issue looking for help if the sports persons اللي تكلمنا عنهم أي قونات في رياضاتهم واجهوا مشاكل وذهبوا إليها ما في حاجة تمنع اذهب استشر تكلم talk about it to a close circle talk about it to a specialist if you need to go to the doctor these people did it there's no reason why you can't do it برضو حاجة مهمة عايزة أقولها don't be reactive be proactive الكمpetitors the really competent sports persons الموهوبين الوصل اللي بعد المراحل proactively بيمشوا وبيستشيروا بحاول يعرف بحاول يتعلم عن coping mechanisms بحاول يتعلم عن المايندفولنس بحاول يتعلم عن how to تحمي نفسك من negative thoughts negative reframing أو negative framing of thoughts لأنه عقلك يعمل بطرق مذهلة إذا ما عرفت كيف يعمل هو يتحكم فيك أنت عايز توصل لمرحلة أنت اللي تتحكم في عقلك أنت اللي تتحكم في معدل ثقتك أنت اللي تتحكم في your psychology مش تكون هي اللي تتحكم في فإنه هناك الكثير من التكنيات أنا أعتقد المايندفولنس مثلا لأي رياضة أو لأي واحد يعاني أو يعاني من ضغطات الحياة المايندفولنس هو طريق طريق لفعل الأشياء المايندفولنس تاعدك تتحكم مع نفسك تاعدك مع الآن لأنه هناك شيء مهم أقول لك يقول لك الاكتئاب أو الدبريس هي لأنك تتحكم في الماضي أنزعات أنزعات وشكرا أنزعات لأن تفكيرك منصب على المستقبل وماذا سيحدث وماذا سيحدث كثيرا فالدبريس هو طريق سهل جدا كل واحد يستفيد منه كل واحد يتعلمه بسهولة ويستفيد منه فهي ها في الشعر كثيرة ممكن دكتور تامر سعرت عن الزعام 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 لديه افضل الأطفال. اهيه اننامه بتيه يعني. اللي الحين. لا تعيش بالماضي. وما راح تتضمن نفسك عايش بعد دقيقتين عشان تضمن راح تيش تباجر. عايش حياتك الحين. الميبو المي هذه انا ايد كلامك وايد وايد يعني ايد بالكلام اللي قلتها. لماذا ما اقول هان هم بعد الصراحة ايض كلامك لا تسمع كلام مخك كل مرة مخك راح يقول لك نام زيادة لا تكمت مرة اليوم صحيح كل يوم تمرين ملاحظة معاك مخك راح يقول لك طوف صلاة المغرب ملحك بعد شوي بعد شوي قد العشاء مخك راح يقول لك تدري شلون كالك هال كيكة هادي وانتبوك رجيم راح تسمع كلام مخك كل مرة لازم تعاند مخك لازم تعاند مخك انك تكون قوي شرائك دكتور تطور نفسك عكيد فهادي كلها ارادة بين رسلينس 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 يجعله 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 ودكتور ما تعتقد عن الناس الذين يقومون بسيطاتها هذه طريقة ممتازة جدا هل تعتبرها نوع من تدريب المخ؟ مكتب برمجة 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 هي نوع من الرفلكشن واجهت مشكلة ممكن تكون كانت صعبة ما عرفت تتصلب بالطريقة الصحيحة كتابتها فيها نوع من الرفلكشن استدراك لماذا حدث وتحليل لماذا حدث كتابته نوعا ما إذا كنت تفعل ذلك لأنه زي ما قلت لك في حاجة يسمى تحدث أحداث كثيرة اليوم سواء في عملك الرياضية أو سواء في حياتك في حياتك الخاصة تحدث أحداث توترك ويعني تشعل بعض الأشياء فيك الطبيعة تخليك لأنه ما عندك وقت أنه تفكر فيها أو تقعد معها الكثير في الآخر تتراكم الأمور وتصبح أصعب وأصعب فلذلك من الجيد أنه تخرجها من من تتفضلي في قلبك زي بيقوله في ناس تستخدم الكتابة في ناس تستخدم بلوغز في ناس تستخدم في ناس تستخدم أنا أعتقد أنه الطريقة جميلة والاعتراف الاعتراف الاعتراف بالتشخيص نفسه يعني هو يمكن عارف من شنو أو يمكن ما يعرف من شنو يعاني بس إذا كان عارف من شنو يعاني اعترف فيه أنا والله عاني من خلنقول حالة نفسية مضطربة في ناس ما يعرفون صحيونك بس الاعتراف هل تحس الاعتراف زين أو مو زين لش أنه فيها شوية اختلافات في ناس تقول لك إذا اعترفت صدقها وعاشها ودشت دمه وصارت فيه صج تمام في ناس يقول لك إذا ما اعترفها تمام لا رح تتم معاه في اعترفها أحسن عشان يعارف يعالجها صحيح فيه اختلافات من هال there are big different ways of looking at it اعترف عشان عارف عالج المشكلة أو ما اعترف عشان لا يعيش المشكلة وطبعا يعني أسألتش رايك فيها أسألتش جميعا very excellent questions بس يعم انجوينها شوف هو اعتقد ميبي يعني احتمال تكون توافقني الرأي أنه من المؤسف أن نسميه اعتراف أصلا يعني هي مش جريمة يعني هل أنت تعترف مثلا أنه عندك ارتفاع في ضغط الدم أوكي ممكن في بعض الأحيان مثلا تحاول لكن هي هو يعني اضطراب أنت ستعاني منه كل في الاحسائيات تبعين أنه مثلا في أمريكا من واحد في كل خمسة يعني خمسة مثلا في الستوديو واحد منهم على الأقل هيكون في مشكلة في في وطيرة الحياة المتسارعة اللي نعيشها الآن هي أسرع من أعتقد أسرع من وطيرتنا اللي احنا مصممين عليها في السابق انت مثلا عشان تعقد مثلا فعلا بسبب المثال صفقة ترسل ويرجع لك تأخذ بعض الوقت تأخذ تأخذ الآن يجب أن تكون هنا كل الوقت تبعين تبعين لن تكون هناك مستعدة بس على العموم فإحنا أكثر عرضة الآن لمواجهة المشاكل إذا انت ستواجهها شئت أم أبيد ستواجهها هل تريد أن تتعامل معها بالطريقة المثلة وتكسب منها قوة ورزيلينس ونذهب بطريقة أفضل أو تريد أن تتعامل معها بطريقة المثلة اليوم أحسن باطر لا بخفيها بخفيها بقول حق هذا ما بقول حق هذا وتواصل لن تتعامل الكثير فأنا لا أكره أن أسميها إعتراف إنما هو مواجهة الواقع زي ما إذا كان عندك المرض الأتبر يعطيك باين ده بيعطيك باين سيكولوجيك الباين وهي بعضاً مواجهة فاذهب عالج المشكلة قبل أن تتفاقم مش بالضرورة كل مريض عنده سريته بتاعته عنده سريته اختار لكن المهم اذهب للطبيب وأحكي أعرف مشكلتك واذهب وقول عندي مشكلة أنا مشكلتي كذا مش قادر أنام مش قادر أركز أنا دائماً منسحب اجتماعياً ما فيها مشكلة والعلاج موجود والعلاج فعال وتخرج منها فالخيار لك يعني أنت تريد أن تخرج من هذه المشكلة كأقوى كإنسان أقوى قادر على مواجهة الحياة أو تريد أن تخفيها I think maybe احتمال بس شوية نغير هنا يعني أنا مش عايزة الخيار لك لأنه بعد المراض مثل الدپرشن it can take away that motivation to do things فا I don't know should I answer it in another way or are we just gonna to do things to do things So يعني زي ما قلت لك فالأفضل أنك تذهب للطبيب تذهب للمختص وتواجه هذه المشكلة بالشجاعة اللازمة وتخرج منها كإنسان أقوى I think being strong صح إيمانياً بالله و تكون إيمانياً بالله و تكون دائماً مستمر صحيح وطالعت الدائم صحيح تمام واذا بتطالع وارا أخذ الزين وقط الشين صحيح وخلك دائماً مستمر بالضبط وانت في صح دائماً مستمر في نقطة مهمة ذكرتها عن الصلاة وكيف تنظم يومك هي فعلاً يعني واحدة من أهميات أنا ما ما هتكلم منها عن فضل الصلاة لكن إنه من ناحية حتى تنظم يومك متى تنام متى تقعد لأن الحاجات دي خلقها رب العالمين وفيها آيات تذكر إنه كيف متى وقت النوم ووقت المعاش وما إلى ذلك ف بس حبيت إنه أرجع للنقطة دي بس وأذكرها لأنه فعلاً مهمة تنظم وقتك لأنه مع وثيرة الحال متسارع أنت تفتكر الدنيا تفتكر كم مرة تحصل معاك تفتكر الساعة 2 وهي مثلاً خمسة خمسة طيارة مثال فسبحان الله تنظم تنظم أعود سيدة الدنيا سريعة وطير تخليك الطيار قود الوقت أنت قود الوقت لا تخلي الوقت يقودك خلك الطيار وخلي الدنيا والساعة طير وطير 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 في وطيرة الحياة التي نعيش فيها وفي هذا العصر الذي نعيش فيه الضغوطات كبيرة وكبيرة جداً أتمنى أن نوعي أنفسنا عن كيفية عمل أذهاننا وعخلياتنا ومشاعرنا لنستطيع أن نخرج أفضل ما فينا بأفضل طريقة ممكنة مش فقط للعلاج كذلك 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 سمعت أنك راح تسافر يوم الجمعة لندن أو نيو كاسل كذلك أتمنى أنتظر حتي oitر سابعتك ما يريدك كذلك راح على الاستضافة الطيبة. ديرها منورة بأهلها وباكم والسيديو منور باك. سعيد جدا. سعيد جدا. انا سعيد جدا بوجودي معكم. شكرا سعد. شكرا يا ربو. بيس. لوف. وخلكم دائما مع ربكم. شاتاتو الاي موسول من بريطاني لندن يا الغالي لندن وهذا انستجرامهم. اقوى. على وجه الارض. بريميوم غريد. فامسوتوك الغريد. تبي تجسد. تبي تنحط. تبي تنشف. شفاهم فيك الغالي. الداعم رسمي حق. صارت. ايو بالله صارت. اشتركوا في القناة